اشتركوا في القناة مجلساً للحكومة برئاسة سيدة عزيز أخنوش رئيس الحكومة خصصاً للتدول في عدد من المشاريع النصوص القانونية وفي بداية هذا الاجتماع تقرر تحويل مشروع المرسوم بقانون رقم جوج 23-845 بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفول الأمة إلى مشروع قانون يعرض على المجلس الحكومي المقبل بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروع المرسوم رقم جوج 23-799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية قدمه السيد يونس سكوري وبحسو وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 الناتجي عن جوالات الحواري الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكنفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا واستنادا لمقتضيات المادتين 345 و356 من القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم جوز 08 374 الصادر في خمسة رجب 1429 سعودي يوليوز 2008 بتطبيق المادة 356 من نفس القانون ويهدف هذا المشروع إلى إقرار نسبة الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدر بخمسة في المائة ابتداء من فاتح سبتمبر 2023 إترى ذلك تداول مجلس الحكومة صادقة على مشروع المرسوم رقم جوز 22592 بتغيير والتميم المرسوم رقم جوز 10 432 الصادر في 20 من شوال 1431 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 5205 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة قدمه السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك ويأتي هذا المشروع في إطار الاستجابة لملتمس مهني قطاع تعليم السياقة الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وطيرة تزايد رخص فتح واستغلال مدارس ومؤسسات تعليم السياقة وفي سياق التدابير الكافيلة بضمان الكفاءة في تسير هذه المؤسسات والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية ويهدف هذا المشروع إلى تغيير واتميم المرسوم رقم جوج 1432 الصادر في 20 من شوال 1431 29 سبتمبر 2010 بالطبيق أحكام القانون رقم 5205 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة كما تم تغييره وتتميمه وذلك من خلال التنصيص على ضرورة توفر شخص الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة تكوين تأهيل في تسيير وتدبير مؤسسات تعليم السياقة تسلم له من طرف مؤسسة التكوين المهني وتمكن الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف ألف أو صنف باء من تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف أم بالإضافة إلى إتاحة إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة تتعلق باعتماد تكوين تأهيل في التدريب على السياقة وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة مع ملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون الرقم 133 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ناخذ الأسئلة مرحبا سيدين الوزيرين سؤالي حول كيف سيستفيد الساكنات المناطق المتضررة التي لم يتم ذكرها في التي لم يتشملها المشتروع الملاكة لإعادة الإعمار من دعم لبناء المساكن على سبيل المثال في إقليمشين غير عنده حدود مع أزيلال وعنده حدود مع ورزات قارب من الحوز فيه بزاف ديال الأسر المتضررة ومساكنين التشققات يعني الناس مزركين في الخيام حتى مدارس في الخيام كيف سيستفيدوا هذه الناس ما عندهم مش ملومة كيف سيستفيدوا التهم شكرا تحيطيب السيدين وزيرين السيد وزير سؤال السيد ناطق الرسمي بسيحكم والتعلق للحكومة لاحظة تغلب نسول سي سوريلا سؤال واحدة سي تفضل وزارة الداخلية توقفت عن إصدار الحصيل المتعلقة بعدد الوفيات وين وصلت جهود الإنقاذ وين نسبة والانتشال للضحايا وين وصلت هل هناك معطيات بهذا الخصوص فيما يتعلق بالصندوق ديال الزلزل كم وصلت إلى حد الآن نسبة المساهمة شكرا شكرا مرحبا مرحبا سيد وزير مرحبا سيد وزير عندي سؤال حول التواصل الحكومي في الأزمات كينتقادات الحكومة حول ضعف إلى لم يكن عدم التواصل الحكومي خلال الأزمات سؤالي طرح الزميلين قبلي لو كان هناك تواصل حكومي خلال الأزمة كان ممكن نأخذوا إيجابة قبل منجل المجلس الحكومي هناك انتقادات تتعلق بشقين أولا الشيق للتواصل الحكومة مع الرأي العام خلال وسائل الإعلام الوطنية ثم التواصل الحكومة مع الساكينة المناطق متضريرة شفنا وزيرة واحدة تزور مناطق متضريرة هي وزيرة فاتم زالمنصوري وقبلها وزير العدل بصفته ورأي الجماعة ديالتالويدانس لكن دونهما ما كينش تواصل الحكومة مع الساكينة متضريرة نشرحولها وفيما يتعلق التواصل الحكومي كين ملاحظة أن السيد رئيس الحكومة كيف تتصريح عقب الاجتماع ديالجنة البينوزرية تصريح لمنابر العمومية الرسمية وبعض المنابر الوطنية دون الأخرى معفنا شوني المعايير يعني منابر معدودة على الرؤوس الأسابق معفنا شوني المعايير المعتمدة لإقصاء منابر كثيرة من التواصل الحكومي أو التواصل الحكومي عقب الاجتماع ديالجنة البينوزرية وشكرا سيد وزير عندي سؤال أول هو حول أي تهم عندي سؤال واحد سيشكر نعم تدورت بعد الصحف قضية صحفيين فرنسيين اللي تم طردهم عطينا تفاصيل حول هذا الموضوع شكرا شكرا تحية سيد الوزير بخصوص مشتروع دبل المرسوم اللي كان بقانوني كيفاش تم تحويله السيغة القانونية الأخرى وأيضاً شنو التفاصيل دياله لأنه كان ديجا نصوص منظمة المكفولي الأمة فهذا الخصوص هو شا تكون في هذا الحديث الحوز يعني تدابير جديدة وأيضاً الخصوص يعني ربما النقاش كيتعاد عاو تحاول يعني ربما الأيتام اللي كانوا مكفولي الأمور كان في زلزان الحسيمة خطبعاً حكمه كانت تكسعها ليلو لكن تكسع لأنه كان بعض الأمور اللي كيقولوا مثلاً من بعدهم ما استفدوش من ذاك الأمور اللي كي يكفلها القانون يعني أنه في التوضيف بعضهم بقى مشارات بعضهم يعني مجال مدن كبيرة تشاف كعزات شاف في مدن أخرى يعني نحن لهم نجلبون نصو الأخطاء لباش تتعلم من التجربة ديالا عندك شي معطيات في هذا الموضوع لما كيش معطيات ولكن فقط حالياً أنا نجوبك كي نقاش على هذا المشكل أنا نجوبك كي كتير هذه المسألة ديال أنا خستفدوش جميع النواحي لأنه في ظرف يعني عشنا نفس الكاريثة هذه الززان تحية طيبة سؤالي موجهة إلى السيد الوزير يونس كوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى وتشغيل الكفاءات جرت أمس الأربعاء جلسة عمل تحت قيادة الملك محمد السادس خصصة لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوس وأحد المحاور الأساسية هو تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وكذا تتمين مبادرة المحلين سؤالي هل أعدت الوزارة خطة في هذا الجانب خاصة في نقطة الإدماج الاقتصادي والشغل مرحبا سيدين الوزيرين سؤالي موجه لسيد ناطق اسمي باسم الحكومة أطارت فاجعات الزلزال مخاوف كثيرة في أوساط مهنية السياحة وما يتفرع عنهم المخاوف كانت بسبب الإقبال على زيارة مركش المنطقة باعتبارها مناطق سياحية وما إلى ذلك السيد الوزير السؤال المباشر وما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة للحفاظ على مكاسب السياحة في المنطقة وكيف تخطط إعادة الانتعاش السياحي في المنطقة شكرا السلام عليكم جميعا السيد الوزير سؤالي حوالي علاقة بالفاجعة الذي أصابت الوطن ما هي المعايير التي تم اعتمادها لإحصاء السكان المتضررين لاستفادة من التعويض وهل هناك الجنال لتلقي الشكاوى أو رقم أخضر للاتصال وشكرا شكرا السيد الوزير أهلا سيد محمد أهلا عني سؤال يمرتبط بمشروع قانون المالية السيد رئيس الحكومة كان صدر مذكرة توجهية يعني للوزراء من أجل تحديد تحدد الأولوية دي المشروع قانون المالية الآن في دي التطورات يعني اللي وقعت مؤخرا بالكاريتة الزلزل هل ستعيد النظر للحكومة في هذه الأولويات علما أن مجموعة دي القطاعات شرعت في الإعداد للمشروع مرحبا سيدنا الوزيران ربما عندي نفس سؤال الذي طرحه من طرف الساميل نعرف أن زلزل الحسين سبق الشروع في إعداد قانون المالية للسنة المالية المقبلة بأسابيع قليلة كيف ستتعامل الحكومة مع هذا المشتجد والريهانات لم تذهب أمام الحكومة لسيما أن القانونين الماضيين أعدتهم الحكومة في ظل أزمتين أو ثلاثة أزمة الصحية وأيضاً السياق التي أزمت الحرب الروسية الأوكرانية شكراً أيضاً السيد الوزير طلبة محفوظ صحفي بموقع بديل عقب الزلزال طرح أو عيدة للنقاش الصندوق المتعلق بالكوارث الطبيعية المنضم في قانون قانون 114 وقد طرح سؤال ما هو المصير ديانو في نفس سياق السيد الوزير سؤال موجهة للوزير المقاولة واش كينشي إحصائيات على عدد المقاولات المتضررة حرمنا بعض الزمالة في نفس سياق السيد الوزير لا أنا ما عندي مش مشكلة لا غي باللدي غي تفق حرمنا جوج ديال الصحفيين ما يمكنش أن نحرموهم ونعطيهم حق لوحد أخر لا رجاء سؤال أنا سجلته ونجوابك عليه شكراً شكراً وهذه القضية نتفق عليها علش هذه القضية رهجت من عندكم علش سؤال الوزير سؤال الوزير تاني غير عدد المقاولات لا غير باللدي علش جاءت هذه القضية جاءت لأنه بعض الأسئلة كي كتسبق يطرحوها صاحفين وحدين وقرين فباش ما رحرموش رغيت تافقوا وشوفوا الصيغة اللي بغيت وإحنا موجودين كنت مشكلة أجيب الأسئلة الأخرى ولن بالنسبة لإطار ديالتدخول للحكومة محدد في إطار توجهات الملكية السامية فصاحب الجلالة ترأس خلال عشرة أيام ثلاثة الاجتماعات تقريباً عشرة أيام بين تسعود سبطمبر حتى الآخر اجتماع كان بالأمس عشرين إذن في ظرف عشرة ديالأيام كانت واحد لاتده الاجتماعات اللي هي مهمة وأساسية والتي تحدد فيها الأولويات بشكل دقيق كان أول البرنامج المتعلق بالإعانات المباشرة اللي كيتلقوها المتضررين اللي كيتمثل في الفين وخمسمائة درهم شهرياً العمل الآن كيتم على مستوى هذه المناطق كلها باش يتم الإحصاء وفور التوصل بهذه المعلومات وبهذه المعطيات المتعلقة بكل يعني الحالات المتضررة سوف يبدأ عملية صرف هذه الإعانات هناك أيضاً الشق المرتبط بالبنايات اللي نهارت بشكل كلي اللي عندها مبلغ ديال 140 ألف درهم والبنايات اللي نهارت بشكل جزئي واللي سيكون دعم ديال 80 ألف درهم دبال الآن العمل اللي مرتبط بهات الشق وبالشق ديال ديال إعادة إصلاح البنايات التحتية اللي تعرضت للضرر خاصة الطرق المداريس إلى غيرها من المنشآت ومن يعني البنايات اللي كتقدم خدمات اجتماعية للمواطنين يتم العمل ميدانياً على جمع هذه المعطيات فصاحب الجلال أعطته جهته بشكل دقيق وكل البرنامج اللي تعطت فيه توجيهات ملكية بالأمس أيضاً واللي فيه 98 مليار درهم بالإضافة 22 مليار درهم الأولى اللي المجموعة كله هو 120 مليار درهم اللي غاديهم هاد المناطق كلها المتضررة من أجل إعادة الإعمار وإعادة البناء وتقوية مختلف البنية التحتية دياله هاد المناطق والدفع يعني بالمناخ الاقتصادي عموماً دياله هاد المناطق هدي كلها الآن العمل ميدانياً كيفما قلت ره مازال مستمر الأرقام اللي كانت عكفات الخلية اللي موجودة على مستوى ويزارة الداخلية باش تقدمها بشكل منتظم ره هي اللي كي مازال كينا ففي حالة أنه كينشي رقم جديد سوف يتم مباشرة العمل بهذه الآلية هذه وإصدار بلاغات ولا بيانات جديدة فالحصيلة النهائية ذاكي الـ 2941 41 ولا 46 47 لك آخر عدد هو هذا اللي تم تصريح بيه من طرف الهيئة أو الخلية الموجودة على مستوى ويزارة الداخلية لكن العمل ميدانياً كيفما قلت مازال مستمر والجميع القطاعات المعنية موجودة على أرض الواقع وكتبع سواء العمليات اللي ديال البحث أو اللي العمليات ديال الإحصاء اللي كتاخد واحد الوقت واحد الجهد كبير والحكومة يعني معبئة كيفما قال سيد الوزير باش أنه يتم الاستجابة السريعة لها الطلبات كان عرفوه بأنه كان إكرهات مناخية نحن الآن في بداية فصل الشتاء فهذا العمل كله تتم بواحد السرعة وبواحد الفعالية وبواحد النجاعة ولرجعته للبلغ ديال ديال الملكي كانت في هذه الكلمات يعني بشكلين دقيق الآن بالنسبة للموضوع المتعلق يعني بهذه الفاجعة منين وقعت هذه الفاجعة هذي يجب أن نعترف ويجب أن نتفق بداية بأنها هذه فاجعة التي طلبت تدخل ديال الدولة يجب أن ننميزه الدولة بمختلف مؤسساتها الحكومة المجتمع المدني السلطات الجيش الوقاية المدنية الدرك الملكي الأمن الوطني جميع مؤسسات الدولة تعبأت من أجل التخفيف من الهول لهذه الفاجعة هذه من أجل مساعدة المتضررين من أجل وقوف إلى جانب الساكنة تقديم الخيام الوجبات الغذائية المصالح ديال وزارة الصحة كانت أيضا معبأة المصالح ديال وزارة الداخلية أيضا كانت معبأة فيجب أن نتفق أولا على مستوى التدخل هذا ليس الحكومة بحدها الحكومة جزء من هذه الفاعلين الذين تدخلوا فبالتالي الحكومة اشتغلت وفق واحد للتوجهات كانت واضحة جدا أنها تشتغل من أجل تنفيذ التوجهات التي جاءت في البلاغ ديال الدول الملكي وأنا لا أعتقد بأن في الأزامات هناك وقت للتسابق ما كان بالعكس والوزارة اللي كانوا يمشي ورها يمشوا وهذا موضوع يجب أن نتفق وندققوا فيه المصطلحات لأن ما يهمنا هو أن الحكومة تكون بالفعالية وبالنجاعة باش تقدم ذلك اللي مطلب منها اللي كانوا يمشي ومشى وكان الوزارة آخرون ذهبوا وتنقلوا منهم وزير التربية الوطنية اللي كان البارح في مراكش وكان أيضا في أسني وكان وقف على مجموعة ديال الأمور المرتبطة بالظروف اللي كيقروا فيها هات التلاميذ وهات الطلبة فأنا اللي كي يهمني فضل اللحظة هذي هو أنه بلدنا نجحات كدولة هذا مهم جدا نشوفوش قضايا وحدة أخرى هامشية هذا هو الموضوع الأساسي والمحوري هو أن بلدنا نجحات بقيادة جلالة المالك بفضل تعبئة ديال جميع السلطات جميع الأجهزة بفضل تآزر التضامن ديال المغربة المغربة اللي هبوا كلهم من جميع المناطق وتعبئوا شفنا ذاك الحجم ديال التضامن المنقطع الناظر اللي أصبح اليوم مضرب ديال دول عديدة سيد رئيس الحكومة اجتمع في إطار اللجنة البين ويزارية اللي اعطيت جلالة المالك توجيهت دياله اشتغلت قامت بما يجيبه العمل اللي غستقوم به قمنا باجتماع مباشرة من بعد الفاجعة بتوجيهت من جلالة المالك وتم يعني الإعلان على الحساب ومشى المرسوم للبرلمان وتم يعني الإخبار اللجنتين بالفتح ديال هذاك الحساب الخصوصي تم أيضا العمل على البرنامج شموليتو المرتبط بهذه المناطق كلها كانت اجتماعات كان عمل ميداني محلي كان وقف إلى جانب الساكينة نعتقد بأنه بلادنا نجحت والمهم هو أنه المغرب نجح وهذا هو العنوان الذي يجب أن نحتفظ به جميعا ويجب أن ننتبه لكي نحافظ على هذه المكتسبات ما زل لم ينتهي العمل المطلوب محليا لا نطلق فوتنا المرحلة الأولى اللي كان فيها صعوبات اللي كان فيها ألم اللي كان فيها يعني واحد نوع ذي الحزن الحمد لله الجميع تعبئ الآن مرحلة الثانية هي مرحلة البناء هي مرحلة كيف نعيد الحياة لهذه المناطق كلها المتضررة بسرعة ولكن مش فقط السرعة ولكن أيضا بفعالية وبنجاعة وباش هذه المناطق هذه تكون عندها واحد القدرة على أنها تملك مقومات اقتصادية حقيقية من أجل أن تساهم واحد مساهمة كبيرة في النتيجة الداخلة الخامة وهذه الناس هدو يعيشوا في كرامة بخصوص واحد الجانب أيضا يجب أن نتوقف عنده هو أنه حجم التغطية الإعلامية التي كانت في هذه المناطق المتضررة كانت تغطية إعلامية كبيرة جدا سواء من طرف المنابر الوطنية أو من طرف المنابر الأجنبية وهنا المعلومة كانت متوفرة فيكفي أنك تفتح أي قناة من القناة وتشوف بالمباشر الجهود التي تقوم بها بلدنا تشوف مواطنين يتكلموا مع الصحافة الوطنية والدولية بدون أدنى ضيق فبالتالي هذا واحد من الدروس المهمة التي نظن بأنه بلدنا نجحت فيها أزيد من 310 صحفي أجنبي شاركوا في تغطية هذا الزلزال هذا يمثلون 90 في 90 وسيلة من وسائل الإعلام أزيد من 310 حوالي 312 صحفي أجنبي الذين كانوا يعملون ويجعلون شفافية وحرية وأنهم اغطوا جميع المناطق وتواصلوا مع المواطنين وهذا مرة أخرى بلدنا تأكد بأنها بلاد يحترموا الحريات ويحترموا حرية الصحافة وما كانت تشيط ضيق على أي صحافة كما كان نعذيره ربع هؤلاء الصحفيين بالضبط 78 صحفي كانوا من جنسيات فرنسية 78 صحفي يمثلون 16 وسيلة من وسائل الإعلام 13 تم اعتمادها خلال هذا الزلزال وثلاثة كانت عندها اعتمادات دائمة الربع للصحفيين الأجانب كانوا عندهم جنسيات فرنسية بالرغم من أنه شفنا والمغربة كلهم شفوا بأنه التغطية في بعض الأحيان لم تكن موضوعية ولكن لم يتعرض تشو واحد من هذا المنابر أو للصحفيين لأي تضيق بل على العكس بلادنا أكدت مرة أخرى بأنها بلاد الحريات كيفما كانت دائما وخاصة حرية الصحافة الصحفيين اللي جوا في السؤال ولن هدو دخلوا البلادنا بغرض سياحي لم يدخلوا ولم يطلبوا أي ترخيص ولم يعلنوا على أنهم صحفيين يطلبون أنهم يقوموا بواحد العمل صحفي في إطار واحد الاعتماد كما هو منصوص عليه يعني من طرف جميع القوانين اللي كانت نظم هذا المجال هذا طبيعي جدا أنه يتم إبعادهم بقرار للسلطات الإدارية السلطات الإدارية قامت ما هو منصوص عليه في القانون في ترحيلهم إلى بلدانهم وكيف ما قلت بلدنا مرة أخرى تؤكد بأنها بلد دي الحريات ودي الشفافية وأنها حرصت كل حرص على أن جميع الصحفيين مرسوا المهام ديهم في حريتين كاملة بل الآن بالنسبة للسؤال لاش كان مرسوم بقانون هو ولا؟ صحيح أنه الحكومة عنده جهات واضحة من جلالة الملك هذا الضحايا الأيتام من الزلزال دي الحوز غادي يخدو الصفة دي المكفولي الأمة خاص قانون لكننا في وضعية ما بين الدورتين ما بين الدورتين طبيعي أنه العمل البرلماني يطلب أنك تدوز القانون بمرسوم لكن مرة أخرى قلنا هذا موضوع كبير ومهم وربما هذا الموضوع هذا وربما حقيقة لديه طيبات من جوجة الفصول مهمة في الدستور 48 و49 طبعا لأن اومنيكات رجع الـ 92 يقول لك دون الإخلال بالفصل 48 و49 قلنا نعطيه لبرلمان إمكانية أكبر في النقاش يأتي قانون الأسبوع الموقفين إن شاء الله من يتفتتح ويبدأ النقاش في اللجنة ومنين يتفتتح البرلمان يطلع إن شاء الله إلى الجلسة العامة ويمر عبر مسار طبيعي للمصادقة طبعا دون أنه منقصوا المسار اللي مرتبط بهذه القوانين اللي كتندرجو إطال الفصل 48 من الدستور يعني المجلس الحكومي لغير ذلك فلكي لا بما أنه العمل الإحصاء ديال يتم يتم محليا ويتم الجرد ديال هؤلاء اليتامة بشكل دقيق نخدو نمر عبر المسار طبيعي جدا للمصادقة ويكون قانون دون أن نمر عبر الآلية ديال مرسوم بقانون اللي فيه واحد نوع ديال استعجالية سياحة سياحة نبغي نأكد مرة أخرى بأن هذه الحكومة دائماً اعتبرت المجال السياحي هو واحد من المجالات اللي عندها مساهمة كبيرة والرهان ديالها كنظن كان رهاناً صائباً الدعم الأول اللي تعطى القطاع السياحي في الفترة ديال الكوفيد داك جوج ديال المليار ديال الدرهم أعطى نتائج وأيضاً المواكبة تانية في الدعم الثاني اللي تقدم خاصة في البرنامج اللي تقدم وكانت رأس الاجتماع السيد رئيس الحكومة واللي فيه الأهداف اللي غنوصلوا لها الفين وسبعة ورشترين أيضاً بيين بأن هذا المجال ديال القطاع السياحي هو مجال واعد خاصة من بعد التعافي من الجائحة ديال الكوفيد اليوم مؤشرات كثيرة يجب أن ننتبه لها أولاً الحمد لله المؤشرات كلها في المناطق اللي قاسها الزلزال في المجال السياحي أرجعت الوضعيات اللي كانت فيها وهناك بالعكس هناك طلب على هذه الوجهات من جديد هناك حدث كبير سينظم بداية الشهر المقبل هذا الحدث أيضاً عنده هذا الحدث عنده عنده واحدة الرمزية كبيرة جداً فأنا بغير نطمئنكم هناك عمل كبير على مستوى الحكومة من أجل مواكبة القطاع السياحي لأننا نعتقد بأنه سيساهم مساهمة كبيرة في النتيج الداخلي الخام لأننا نعتقد بأنه خزال لمجموعة من فورا الشغل لأننا نعتقد بأن الدعم اللي أعطته الحكومة لنقل جوي وأيضاً لهذا القطاع أكيد ستكون عنده واحد إنعكاس طبيعي على الاقتصاد الوطني مشروع قانون المالية 2024 صحيح أن الحكومة كانت تشتغل على مشروع قانون المالية 2024 وهذا القانون طبعاً يجي ترجمة لواحد المجموعة الأمور واحد المجموعة التوجهات اللي كانت في البرنامج الحكومي وأيضاً في التوجهات الجديدة اللي جات في الخطبة المالكية السامية من قبل الدولة الاجتماعية الحماية الاجتماعية كله كانت الحكومة تستحضره في إعداد هذا الواتق اللي كترهن المالية والتوجهات السنوية السنوية تدبير أطار زلزال للحوز سيكون في التوجهات القانون المالية سيكون لأن هذا واحد من التوجهات الأساسية لكن يجب أن ننسى بأن التدبير المالي لهذا الزلزال تندرج في إطار واحد الصندوق إلى واحد الحساب الخصوصي وهو 16 لكن توجهات ستكون حاضرة في قانون المالية سنة الفين وعشرين وطبعا المواكبة والتتبع وخاعل مستوى الحكامة الصندوق ستكون لديه آليات الحكامة لكن هذا لا يمنع بأن الحكومة تستحضر في التوجهات هذه المعطاء الجديد والذي طبعا لا سيكون لديه تأثير عليزا غريغا ولكن ربما في البرلمان ستفصلوا في هذا الشيء أكثر في تقديم هذا القانون هذا وغدا بالمناسبة سيكون اجتماع للجنتين المالية على مستوى البرلمان والذي سيكون فيه نقاش حول هذا الموضوع للتدبير الآثار الزلزال صندوق الكواريد هذا الصندوق الذي مفعل وفيه واحد الاعتمادات المالية التي ترصد له بمناسبة كل سنة مالية لكن الأزمة والفاجعة التي وقعت الآن هي أزمة بتدعية كبيرة جدا أيضا المساج الذي نأخذه من الاجتماعات التي ترأسها جلالة المالك هو أن جلالة المالك لا يريد فقط أن يدبير الكاريتة يريد أن يجعل من الكاريتة فرصة للإقلاع لهذه المناطق بمناسبة 120 مليار لأن المعالجة هذا الموضوع يتعالج 20 مليار بالضبط 22 مليار لديك الجانب المرتبط بالسكان و2500 درهم لعائلات المتضررة ويكون لديك بأن اعتبار الوضعية الاستثنائية التي تمر منها بلدنا فسوف يتم وبعد استثارة مختلف الفرقاء الاجتماعيين نقابات تم الاتفاق على تأجيل دورة الحوار الاجتماعي لأسابيع وطبعا تفهم الفرقاء الاجتماعيين اللي جاء تشتغل في أرض الواقعة اللي جاء الآن تشتغل ربما في مستوى متقدم منين تكمل هذه العملية يمكن يكون تفكير في بعض الآليات المواكبة شكرا لكم